اعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة انطلاق النسخة الثانية عشر من سوق المزارعين البحرينيين بشركة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وشركة استيسي البحرين يوم السبت المقبل في حديقة الابداع النباتية وسيشارك في السوق عدد من المزارعين البحرينيين والعلامات التجارية البحرينية والحرفيين في خطوة تعكس التزام مملكة البحرين بدعم الزراعة المحلية وتعزيز مفاهيم الاستدامة تنطلق النسخة الثانية عشر من سوق المزارعين البحرينيين في السابع من شهر ديسمبر الجاري هذا الحدث السنوي الرائد يكرس مكانته كمنصة فريدة تبرز انتاج المزارعين البحرينيين وتربطهم مباشرة بالمجتمع المحلي في اجواء تجمع بين التراث الزراعي والابتكار المعاصر بالاضافة الى ذلك يقدم السوق تنوعا قنيا من المحاصيل الزراعية الطازجة والنباتات والزهور الى جانب منتجات زراعية عالية الجودة تبرز مهارات وابداعات المزارعين المحليين لا يقتصر الحدث على كونه معرضا للمنتجات بل يشكل ايضا مشهدا ثقافيا واجتماعيا يعز الهوية البحرينية ويجمع افراد المجتمع للاحتفاء بقيمة الزراعة ودورها المحوري في تحقيق الامن الغذائي كما يمثل سوق المزارعين البحرينيين المدعوم برؤية وطنية واضحة نموذجا للتنمية المستدامة من خلال تشديع الممارسات الزراعية الحديثة وتوفير بيئة تسويقية مبتكرة تعزز من العائد الاقتصادي للمزارعين كما يسلط الضوء على اهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ مفهوم الانتاج الوطني كركيزة اساسية للتنمية بهذا الحدث السنوي المميز تثبت مملكة البحرين مرة اخرى قدرتها على الجمع بين الاصالة والتجديد معززة مكانتها كمحرك اساسي للنمو الزراعي وداعم قوي لمستقبل اكثر استدامة ترجمة نانسي قنقر